انا موزة الهاملي اهلا بكم في بودكاست لنزهر مع موزة حلقات متنوعة وقابل فيها اشخاص الهموني في محطات رحلتي المستمرة نحو محبة ذاتي ومعرفتها هل انتم مستعدين لرحلة مليئة بالالهام والامل؟ اذا اربطوا الاحزمة ولننطلق حلقتنا اليوم عن التأمل واليقظة الذهنية قيل في اليقظة الذهنية على لسان احد فلاسفة الهند افكارنا هي ما يشكلنا فنحن نصبح ما نفكر فيه وحين يصبح العقل صافيا تتبعه البهجة كظل لا يفارقه اخترت ضيفتي لهذه الحلقة المدرب التنفيذي المعتمد عايشة الشيخ الزعابي عايشة لديها ما يقارب الثمنطعشر عام من الخبرة العملية في حكومة ابو ظبي دولة الامارات العربية المتحدة شغلت الكثير من المناصب القيادية وتنوعت مسؤولياتها في تخصصات عديدة منها التخطيط الاستراتيجي وادارة الاداء والاتصال والتسويق وغيرها التحقت عايشة خلال فترة عملها بالكثير من دورات القيادة وبناء فرق العمل وقادت اكثر من ثلاثمائة موظف وموظفة عايشة صديقة جمعني بها القدر على مقائد الدراسة في كلية الدفاع الوطني في مدينة ابو ظبي عام 2013 وما زالت العلاقة مستمرة يسعدني أن أرحب بعايشة الملهمة والتي اخترتها لتكون ضيفة لهذه الحلقة لنتحدث عن موضوع مهم وشيق وشائق قليلاً ألا وهو التأمل حيث سنقوم بتسليط الضوء في هذه الحلقة على بعض المفاهيم المتعلقة بهذا الموضوع وتأثيرها أيضاً على حياة ضيفتنا اليوم أهلاً وسهلاً فيتش عايشة طبعاً عايشة أنا حابة أنت تعرفين أكثر عن نفسك للمستمعين لأن من معرفتي فيك أن أنت الحين حالياً عندك سيرتين ذاتيتين السيرة الذاتية الأولى أنا أعطيتها في المقدمة بس فيه سيرة ذاتية أجمل أتمنى أن المستمعين يسمعونها بالصانت أول شيء أشكرت يا موزة على هذه الاستضافة وأنا سعيدة جداً بهالحلقات اللي تقدمينها لأنه وايد حلو يوم تكون أنت إنسان تحب تنشر الخير في الحياة هذا شيء عظيم وأكيد أنت تعرفين أن هذا الخير سوف يعود إليك بطرق عدة فأنا سعيدة الوجود يوياج ومتفألة بهذا البرنامج إن إن شاء الله سيكون لصيت وايد جميل طبعاً مثل ما تفضلت وعرفت عني مشكورة اسمي عاش الشيخ الزعابي أنا مدرب تنفيذي معتمد من أكاديمية التدريب التنفيذي في المملكة المتحدة 18 سنة من حياتي قضيت في أعمال جداً كانت جميلة في حكومة بوظبي وأنا ممتنة لهذه الفترة لأن هذه الفترة أثرت حياتي برغم التحديات برغم الصعوبات برغم الظروف التي تمر على أي إمرأة تكون موظفة وتتعرض لضغوط حياتية نفسية مجتمعية محاولة لإثبات الذات فأنا أعتقد أن هذه الفترة كانت هدية من رب العالمين لي أني أنا أثري معلوماتي وأحصل على اليوم أنا أشوفة كنز من معلومات المتعلقة ببيئة العمل والاستراتيجيات مثل ما تفضلتي اشتغلت في مجالات متعددة مثل الاتصال، الاستراتيجيات، إدارة فرق العمل، الترويج الدولي، الاستثمار، نظم المعلومات، الجودة هذا بحد ذات اليوم ساعدني في أني أنا أكون أنا ساعدني في أني أنا اليوم أقدر أمد إيدي وأخذ بإيد الآخرين طبعاً عقب الثمنتعشر سنة تغير الباث في حياتي وبنتطرق إن شاء الله لهالموضوع وحالياً أنا مدرب تنفيذي معتمد بالإضافة لذلك أنا ممارس متقدم في العلاج بحق للفكرة من كلاهان تيكنيكس من الولايات المتحدة وكذلك ممارس معتمد في التنويم الإيحائي من مؤسسة مايند كير البريطانية وأخيراً شهادة يديدة حصلت عليها وأعتز فيها وأفتخر فيها ممارس معتمد في التنفس التأملي من المملكة المتحدة الدور اللي ألعبه حالياً في حياتي إني أنا أمد إيدي وأساعد الآخرين كيف؟ أساعد الشخص اللي يلجأ لي أو اللي يختارني من بين ويدي موجودين في الحياة ممكن يساعدونكم ممكن يمدوا لك يد العون الشخص اللي يختارني أشتغل معه ونمشي مع بعض في رحلة في هذه الرحلة أساعد أن يكون عنده فهم أفضل لنفسه أساعد أن يتعرف على آلية التفكير شو اللي يستوي في الداخل واللي في الغالب إحنا ما نكون واعي لها أساعده يحدث الطريج اللي يبقى يمشي فيه في الحياة أي أن كان هذا الطريج ومو بس شي أساعد يعرف يتعامل مع التحديات بصورة أفضل أعلم بعض التقنيات اللي بتخليه يمشي في الحياة بالتزان أكثر وأساعد يشوف كم طريج موجود أساسا في الغالب يكون عندك 99 طريج أنت تشوف طريج واحد وتعتقد أنه أنت ترابت أنت محبوس في هالطريج وما عندك خيار غيره دور الكوتش اليوم سواء كان إكزيكيتف كوتش أو لايف كوتش أو منتر أنه يشل الغشاو من على عينك دائما أعطي مثال جدا جميل أقول أنت الشخص اللي يسوق عند الليسن عنده رخصة القيادة وعند السيارة هو متمكن من القيادة بس تخيلي معايموز أن المرآة مرآة السيارة كاملة عليها ضباب يعني الرؤية صفر هل سيتمكن هذا الشخص من القيادة؟ لن يتمكن هل سيتمكن من اختيار الطريق؟ لن يتمكن وظيفة الكوتش دور الكوتش ينظف لهذه المرآية فبالتالي اللي بيسوق هو صاحب القرار اللي بيختار الطريق هو صاحب القرار الكوتش مش أفضل منك ولا أحسن منك منزلة الكوتش يمتلك مهارات حياتية وتقنيات يقدر يساعدك فيها أنك تنظيف الحياة فهذه بصورة مختصرة دوري الحالي اللي ألعب في الحياة عايش أنا عندي سؤال يعني يمكن حتى يتبادر لأذهان كثير من المستمعين اللي بيستمعوننا اليوم يعني مثل ما قلت أن أنت تعتبر عندك كأن السيرتين ذاتيتين ليش اختارت عايشة أن تغير مجالها؟ تماماً تغير مجالها؟ وليش اتجهتي بالذات إلى موضوع أو مجال التنمية الذاتية والتنفس التأملي والعلاج بحق للفكرة مثل ما قلتي وهالأمور الثانية فصراحة أنا مثلاً عندي فضول وأكيد يعني بيتبادر لأذهان الكثيرين ليش عايش غيرت مجالها؟ طيب أنا بعضيكم تجربتي وأنا على يقين أنكم قد تكونون مريتوا بشي مشابه في الغالب أنت تعيش في الحياة منترد من خلال أو التحكم في حياتك كاملة من خلال العقل والعقل يحصل على معلوماتك من مصادر مختلفة في الغالب هي خارجة عنك خصوصاً إن كنت صغير أمك أبوك أخوانك البيئة المدرسة الحي اللي تعيش فيه الأقران فاللي صير أن أحياناً تشعر بشعور الشعور هذا هو رسالة لك من روحك بس أنت ما تدرك ما حد قال لك هالكلام ما حد علمك اللي صار معايا أنه بدأ نداء للروح هذا النداء ياني على شكل شعور بالاستياء فمثلاً كنت في آخر خمس سنوات من عملي أشعر بعدم الارتياح طيب ليش يا عايشة شو اللي صاير ما أعرف أشعر أن في لي دور أنا أقدر ألعبه مش قاعد ألعبه حالياً بالرغم من أن السنين اللي فاتت كنت أدي الدور ومستمتعة اللحظة اللي وقف فيها الاستمتاع وقف فيها استشعار ما أقوم به من أعمال وشعرت أني أنا مش قاعد أعطي الجهة اللي مفروض أعطيها إياه يعني كنت دايماً أقول حق مسؤولي I am only using 10% من قدراتي أنا قاعد أشتغل لكم بعشرة بيرسنت التسعين بيرسنت مش قادرة أوضفهم لسبب خارج عن إيراتي فبعدين توقفت وبديت أقول حق نفسية ترى أنا ليش بديت أشعر بعدم انسجام وتناغم مع الحياة في نفس الوقت الجسد عندي بدأ يرسل رسائل طيب شو هي رسائل الجسد؟ أمراض أنت اليوم إذا تعرضت لمرض ترى هاي هو جسمك قاعد يرسلك رسالة جسمي شو يريد؟ جسمك يخبرك أنه لو سمحت توقف لو سمحت انظر للداخل هناك شيء بحاجة لتغيير في حياتك على مستوى الشعور على مستوى الجسد أو على مستوى الفكر فأحتاجك تسمع مني أنك أنت تاخذ أكشن يديت في الحياة فأنا توقفت يعني أنا الحمد لله كنت سمارت أني توقفت لأنني لو ما كنت توقفت كان الجسد بدأ يرسل رسائل أكبر ويعرضني لأمراض صحية أكبر أو أمراض مشاعرية أفضل أو في الداخل وعلى فكرة الكثيرين يتعرضون ويخفون هذا الأمر ليش؟ لأنه غير متقبل اليوم أنا هي وأقول أنا عندي خفقان قبل لا أرقد أشعر بحالات ما أقدر أتنفس وتجيني أفكار وأحس أني بختن العديد يمرون بهذا الأمور لا يتحدثون فيها لأن عندنا مفهوم يعني الصعب أنك أنت تتقبل أنه واحد عنده أفكار سيئة وما أعتدنا على هذا الأمر ما كانت عندنا المعرفة يعني عايشة أنا ممكن ألخص كلامك أنه ممكن الإنسان يحس أنه قاعد يمشي في درب غلط يعني هي تبتدي معناها بالمشاعر نعم بعدين تبتدي بشكل آلام جسدية أنت قلت وبعدين ممكن تبتدي بأفكار أفكار سلبية مثلا خلنا نقول هي الأفكار شوفي تخيلي السيارة أو هي بدايتها أفكار وبعدين هالأفكار تسبب لنا مشاعر طبعا بس أنت ما تكونين وعي هو في الغالب بدون وعي أنت ما تدري أن أنت لست تفكيرك ولست جسدك أنت تكون كل مع بعض أنا باكيج أنا من يوم صغيرة أنا أنا أنزين خلينا نرجع ليش اخترتي هالمجال مجال التأمل والتنمية الذاتية أوكي في الفترة للسنة الأخيرة اللي بديت توقفت جديا وقلت يجب هذا مفترق طرق كيف بتكملين حياتك سألت نفسي سؤال واحد وكان هذا في يوم عيد ميلادي سبحان الله وقفت وشفت نفسي في المرأة وسألت نفسي يا عايشة هل تريدين تقضين ما تبقى من العمر بنفس الطريقة اللي كنتي عايشة فيها في السنوات اللي فاتت الإجابة طلعت بصورة كبيرة لا إذن إذا تحط نفس المعطيات بتحصل نفس المخرجات أنت تبين مخرجات مختلفة يجب أنت تغيرين المعطيات طيب تعالي وفكري شو تبين تسوين في الحياة؟ ما أعرف أوكي هاي الأسئلة اللي كنت تسليينها نفسك طبعاً هذه كانت بيني وبين نفسي وفي هذه الأيام كان عندي كوتش كان عندي أنا كمدير تنفيذي في جهة معينة كان عندي مخصص لي كوتش يشتغل معايا كظلي فكن دايماً أتكلم معا أقول لي ما هي الخطوة اللي هي أنا أحس أني ضاعة أنا ما أعرف شو اللي أريدها ليش جسمي قاعد يتعرض حك هالأمور ليش أشعر بدوخة ليش تجيني مشاعر مش حلوة وين الإنيرجي راحت فقال لي عايشة بعطيك كتاب تقرينا قلت لي شو هو؟ قال لي اسمه The Passion Test الشغف اشتغلي على هاي الكتاب وشوفي صراحة الكتاب أحدث لي نقلة نوعية في حياتي أول شي قرأت بحب وقرأتها بنية صادقة في التغيير وبديت أستكشف أنا في شو ممكن أبدع اكتشفت أنه أنا عندي مهارة جيدة وكنت دايماً أسمعها من الآخرين أنه وايدين من الناس يلجؤوا لي للحديث يا عايشة يرتحوا لي ويقعدون معايا ويتكلمون وأستمع وأقول لي طيب شو تقدر تساوي وهذه مهارات كوتشنج هذه مهارات كومينيكيشن وكوتشنج فلما فكرت وقارنت بالخيارات الموجودة قلت علي يا عايشة أنت عندك أنت عندك بزنس نولوج اليوم في مجال استراتيجي وكذا 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 وفي نفس الوقت الكوتشنج مجال قريب من قلبك فاليوم طلعت لي يعني مثل فكرة أنه هل من الممكن تكونين مدرب تنفيذي وتاخديني بإيد الغير كانت الإجابة نعم لكن بعد كان واضح بالنسبة لي أنه أول شيء اشتغلي على نفسك أنت ما بتقدرين اليوم تين وتمدين إيدك حك شخص يغرق وأنت غرقانة أسسي الأساس ودربي نفسك طبعا كانت الفوكس لي أنا ولكن اتخذ قرار أنه طيب خلني أبدأ في هالمجال وأستكشف وإذا ما لاقى إعجابي أو أخفقت فيه أو رجعت لي نفس المشاعر اللي بدت جيني في الشغل معناته هذا الطريج مش لي وبدت رحلتي من هناك سبحان الله أنزين عايشة اليوم مثل ما قلنا حلقتنا بتكون عن التأمل وموضوع اليقظة الذهنية يعني أنا لما بعد دخلت هالمجال وبدأت أقرأ أكثر فيه ومثل ما قلت يعني بدنا ناخذ دورات ونطور نفسنا شفت أن هناك الكثير عندهم الكثير من المعتقدات الخاطئة عن هذا المفهوم بعضهم يتعامل مع هالموضوع بشكل سطحي جدا يعني يحصرون التأمل بأنه بس عبارة عن عشان استرخي وهو طريقة لإيقاف التفكير تماما دايما يحصرون في وضعية معينة وتقوس معينة وبدأ والناس حتى يعني يطلعون نكت على الموضوع يعني والبعض الآخر يعني يروح على الأكستريم ويقول أنه والله هذا ينتمي للديانة معينة وحرام ففيه وايد مفاهيم يعني حتى في الناس اللي تريد تبتدي تجرب هالشي تخاف لأنه مثل ما قلتي يعني هو مثل ضباب وإحنا ما بعارفين كيف نبتدي فشو مفهوم التأمل بشكل مبسط أن الناس تقدر تستوعب شو مفهوم التأمل شو يعني التأمل قبل الله جاوبت موزة على هذا السؤال وأتمنى أطلب منك أنا عرفت شخصيا فنعتقد هالأمر بيكون عندك موجود لكن أطلب من المستمعين الأكارم إن استمع لي بحب واستمع لي بانفتاح شو يعني انفتاح؟ انفتح لاستقبال أي معلومة حتى لو كانت عكس اللي أنت تعرفه وتعلمته إذا ييت وقلت لك هالمعلومة بتساعدك تحية أفضل بترفضها وتعلمت أنا لما أتكلم أحط إيدي على قلبي لأن أذكر نفسي خلي الكلام يعاشي من القلب لا تخلينه من العقل أنت يطول عمرك كلامك يطلع من العقل العقل ما وصلش للراحة ولا وصلش وكالعقل نحتاجه في وائد أمور بس قلبك وروحك تعرف الطريج الملائم لك فأنا أطلب منكم استمعوا لي بقلوبكم وخلوا العقل شوي على صوب لما أنا أخلص كلامي وبعدين هذا اختيار هذا اختيار في الحياة عندك آلاف الاختيارات ولا حد يقدر اليوم يجبرك تسوي شيء أنت ما تحبه ووايد حلو في الحياة أنك تجرب لا تحرم نفسك متعة التجربة جرب واترك أو جرب وتمسك هو قرار قرارك فالمهم سألتيني ما هو التأمل خليني أجاوبك أمسي لاست فكرة أقول طيب كيف بتشوفين على السؤال خليني أجاوبك من القلب التأمل هو رحلة لعالمك الداخلي أنت طول الوقت تعيش بر أنت من أن ولدت لين يومك أنت تعيش بره عيونك مفتوحة وانت بره طيب فمعناته هي رحلة لعالمك الداخلي وعلى فكرة هذه أحلى رحلة ممكن تأخذها في حياتك ليش؟ لأنك تبدأ تستكشف أشياء في عمرك أنت ما كنت تعرفها قبل وباستكشافك هذا يحدث السحر السحر بمعنى التغيير بمعنى تترك أمور وتدخل أمور وتترك أشخاص وتدخل أشخاص وهذه هي الحياة اليوم الحياة هي في التغيير الحياة مش في الجمود وبعدين يعني التغيير ضروري لك عشان تنمو اليوم إذا ما تغيرت ما بتنمو فبالتالي التأمل معنى أنك أنت تكون حاضر ومتواجد في هذه اللحظة يعني شو معنات التأمل في الستيوياتش اليوم؟ أني أشوفت أشوفت شو لابسة وأنا من تبهل الستوديو شوفي أشوف كام كاميرا أشوف السيلينج أشوف أنا موجودة هنا طيب شو فائدة أني أشوف؟ التفكير مو بقاعد يسحبني فالتأمل هو بدون فعل هو التأمل على فكرة ترى مش أكشن التأمل هو بدون فعل والتأمل بدون أفكار والتأمل بدون حركة ليش؟ لأن لما يصمت الجسد ينشط التفكير لما يصمت الجسد ينشط التفكير فبالتالي تلاقيين ناس وايد يقول لك أنا مستحيلة يلس بروحي ليش؟ لأنه ما يقدر يواجهها فكارة وعلى فكرة ممكن واحد يقول لك لا أنا دايما يلس بروحي بس هو دايما يلس مع الموبايل في ده على قنوات السوشال ميديا أو واحدة من البنات تقول لك أنا أحب أخذ بريك وأكون بروحي بس تابع مسلسلات أو تقرأ جرايد أو تشوف مجلات فهي مش بروحها هو كونك بروحك مش نعيزالك عن العالم وتسكر أنت ممكن تكون على فكرة في غرفة وأنت مش بروحك أنت ميرور من أفكارك أفكارك تسحبك وتوديك شرق وغرب طيب لما تكون أنت الحين أنو أنت في هاي الستيوديو نحن هنا والآن شو بتشعر؟ بتشعر ببهجة تعرفين ليش؟ لأن اللحظة هذه اللي أنا أشوفت فيها وتشوفيني هي أحلى لحظة في الحياة وعلى فكرة هي اللحظة الوحيدة اللي أنت تمتلكينها أنا أمتلكها أنت ما تمتلكين خمس دقايق قبل شوية ولا تمتلكين خمس دقايق ياي بعد شوية الحقيقة الوحيدة اللي اليوم أنا وأنتي نعيشها هي هذه اللي أنا شوفت فيها وتشوفيني فيها فبالتالي التأمل هو مبفعل التأمل هو فهم التفكير فعل التفكير فعل محاولة عدم التفكير فعل فراحين يقولش أنا بتأمل بغمض غيوني وبركز وبأيوه هذا أهل هذا فعل هذا مش تأمل التركيز فعل ومحاولة عدم التركيز فعل فاليوم التأمل هو معنات تدخلين في عالم جد داخلي للسنتر على فكرة سنتر مالك وايد جميل بغض النظر عنك أنت تظنين عن نفسك لأن الله خلقك متكاملة متكاملة الله عادل ما خلق إنسان أحسن من إنسان بس فيه أشياء غطت على هذا الجمال خلتك تشوفين نفسك في صورة أسوأ مما تظنين يمكن عايشة مثل ما قلتي هذا الشي اللي يمنع الناس أنهم يقعدون بروحهم أنهم يخافون يواجهون هاي الحقيقة اللي هي أنت قلتي هي أصلا مش حقيقتهم صحيح هو في الغالب أنا بقولك في الغالب أنت مش موجود فيها لا تذكرين قلتيلي قبل شوي مصطلح هنا والآن استخدم وايد بس خلنا مبسطة أنت اليوم اللحظة اللي تيلس فيها في مكان جميل خليني أتخيل أني يارسة في الحديقة حديقة جميلة بس تدرين ما أشوف الخضار ولا أشوف الشيار حتى العصافير اللي مروا وما شفتهم ليش لأني قاعدة أفكر في الخلاف اللي صار بيني وبين صديقتي من أسبوع ويوم قالت لي هالكلام وقالنا لها هالكلام ودخلت صديقة ثانية وادخلت وازعله وعليه تخيله وليش ما قلت وليش ما ردت عليها تتخيله هذه الفكرة معنها ضعيفة شلتني من الحديقة ودخلتني في الخلاف وعلى فكرة عقلك اللواعي لا يميز بين الحقيقة والخيال فلما أنت ذكرت الموقف أنت عشتي لدرجة ضربات القلب استجابت الشرايين ضاقت النفس اختلف العيون صار فيها دموع صار في استياء وياتش ضيجة معنش أنت يالسي في أجمل مكان نسافر وايد بخذ بريك مضايقة زعلانم ما لخلق بروح لندن بقضي أسبوع وأنا شال لمشاعري معايا فأنا أقولكم المهم مش تغير المكان قصص حياتنا المهم هو تغيير الشعور فأنت في بيتك في حجرتك في دوامك في حديقتكم البسيطة المتواضعة ممكن أن تكونين أسعد إنسانة في الحياة زين عايشة هل هناك أنواع للتأمل وكيف يعني الشخص يعرف شو الشي اللي ناسبني أنا أوكي يعني إذا فيه أنواع شو أعرف شو الأنسب شو الأفضل طيب يعني أنا الهدف من من هالحلقات أن نعطي المستمعين يعني خطوات مبسطة يعني الحين مثل ما قلنا تعرفوا على مفهوم التأمل هل هناك أنواع هل فيه نوع ممكن يناسبني ما يناسب غيري أوكي طيب هناك مجموعة من أنواع التأمل يعني هناك العديد من الأنواع لكن خليني اليوم أذكر لك الأكثر شهرة أيها واللي أنا أحس أنه كخطوة بداية كخطوة بداية للمستمع أنه يتعرف عليها النوع الأول اللي بتكلم عنه واللي تكرمتي والذكرتي اللي هو متعلق باليقظة الذهنية اللي هو يسمونه Mindfulness Meditation وأنا أشجعكم يا مستمعين عندك كنز عندك الانترنت عندك resources open resources عندك كتب اشتغل على نفسك الباحث يجد أنت اليوم على فكرة استماعك اليوم لهذه الحلقة مش عبث استماعك لهذه الحلقة له message وفي رسالة أنت محتاج تسمعها وعلى فكرة أنت تتلقى آلاف الرسائل في الحياة بس تمر عليك مرور الكرام فهي أبواب تمفتح لك وتتسكر اليوم هذا الباب تمفتح لك لا تسكر جرب لأنه قد يحدث تغيير في حياتك فالنوع الأول Mindfulness Meditation اللي هو استشعار اللحظة الراهنة أو اليقظة الذهنية وعلى فكرة هذا النوع من التأمل ما يبالك أنت مثل ما نظن تكون يالس ومغمضة أبدا أبدا أنا ممكن أكون يالسة في حديقة مثل ما بنرجع لمثال الحديقة وأكون عندي يقظة ذهنية كيف؟ أنتبه للون الزرع فيه لون أخضر وفيه لون أصفر أشوف كم الشيرة موجودة آه هذه الشيرة طويلة لاحظة أنت في هاللحظة اللي أنا أوصف فيها تفكيري مش قاعد يسحبني بلاس فيه عصافير يطير بعدين يوقفن على الأرض وأشوف مثلا قطوة مرت من جدامي وتشوفني بعدين شفت حرمة مع ولدها وأشوف نظراتها لولدها وأستشعر الحب فيه رجل كبير فلاحظي في هاي الخمس دقايق أنا أعيش اللحظة وأنا أسوي تأمل يعني I am meditating نفس الوقت يوم تاكلين وايد من الناس يأكل هو ما يذكر كمل كمية عشان شي في عدنا زيادة في الوزن في عدنا ممكن يكون يشوف مسلسل وخلص أكل يوم يخلص المسلسل يقول أنا يعان طيب أنت يعان لأن أنت ما أكلت فعليا المخ ما عرف أن أنت أكلت فممكن أنا هاي تجربتي الشخصية موزة لما أكل أشوف الصحن أشوف الصلطة أشوف ألوان الصلطة وتناسق الألوان فبالتالي أنا أكل أنا أكل بوعي فعلى فكرة الأكل هذا صار بالنسبة لي ميديتيشن المشي ميديتيشن ركوبي لسيارتي ميديتيشن انتظاري للموعد في المستشفى ميديتيشن فهذا اللي يسمونه المايندفولنس إن أنت تساوه هذا على فكرة أنت تقدر تمرسط طول الوقت في حياتك فقط تلفت راقب وبشرط ما تطلق أحكام يعني طاف علي ريال طويل غاضب زعلان متكبرة متواضة أننا نطلق أحكام على الشي اللي نشوفها وعلى فكرة هذا يعني هل نقول مثلا أن يكون عندنا قبول لأي شي ممكن نشوفها طبعا يعني مثلا الأم اللي قلت لكم عنها شفناها في الحديقة فرضنا لو ولدها ركض راح بعيد ممكن أقول مهملة صح؟ وعلى فكرة الججمنت يحدث يعني سريع 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 فإتسوكي سيحدث لكن امسك نفسك وانت تسوي امسك نفسك وانت انتبه يعني انتبه لأنه أصلا في حياتك كذا بتعيش وانت تطلق أحكام بتتأذى لأنه أنت مش رب العالمين رب العالمين لخلقنا رحيم من اليوم أنا عشانا يقول مغرور ذكي اسمحي لي فيها الكلمة غبي والله ذكاء متوسط متسرع عصبي لا تطلق أحكام على الآخرين خل تركيزك خلى على نفسك اليوم اللي أنا استخدمه لما أمسك نفسي بطلق حكم أرجع أشوف عايشة أقول يعني إزادش الله خير فوكس عن يورسل جلبي الكاميرا من الناس خلى تشوف نفسك عندك القدرة على التحسين حسني نفسك وإذا عندك أمور تحسينها لازم تكون سويها في نفسك فدائما التركيز يكون عندي على نفسي فننتبه نسوي هالأمور بدون ما نطلق أحكام ولو خدتني فخدتني فكرة مثلا قصبا عني أنا قاعدة صح بس أنا تذكرت عندي برزنتيشن عقب أسبوع وتوترت It's okay في اللحظة اللي تدركين فيها النجج قاعدة في الحديقة أرجعي على الكرسي مرة ثانية It's okay فهي كر وفر تسحبني فكرة وأتذكر وأرجع تسحبني فكرة وأتذكر وأرجع وكل ما مارستي هالأمر كل ما أصبحتي تعيشين الحياة صح سبحان الله أنسين عايشة إحنا بعد مثل ما قلت نريد نشجع المستمعين أن يبدون يتبنون آدات ومفاهيم جديدة في حياتهم تساعدهم مثل ما قلتي لعيش حياتهم بشكل أجمل وأفضل نريد نوضح للمستمعين شو أهمية التأمل يعني أنا الحين فتحت الأنترنت بقول ما أهمية التأمل بتطلع لشو أثبتت الدراسات وأثبتت البحوث والصحة النفسية والصحة الجسدية والصحة العقلية ليش مهم أنت برايتش وبعد نريد نبتعد عن التعقيدات ليش مهم أن يكون التأمل جزء من ممارسات الفرد اليومية بالنسبة للتأمل طبعا يجب أن يرافق التأمل وعي فكري بدون هذا الوعي الفكري أنت ما بتحقق النتيجة من وراء التأمل فالتأمل اليوم هي صح عملية أنت تقوم فيها في أوقات محددة من اليوم لكن يسبقها الوعي الفكري الوعي الفكري هو عبارة عن شو؟ أنت اليوم ضروري تفهم أن في شيء قاعد يحصل عندك في الداخل أنت يحتاج تعارف نظام التفكير عندك كيف يشتغلوا على فكرة يوم أقول نظام التفكير هو عند كل البشر اللي موجودين في بوظبي واللي موجودين في الصين It's the same هذه the nature of the human mind فاليوم يحتاج أن أنا أبدأ أثقف نفسي في هذا الأمر اليوم أنا من المعلومات اللي ضروري تعرفها أن الأفكار بتنساب من كل مكان مثل الجهاز اللي يطلع فقعات للأطفال يطلع فقعات وايد هذي يمين وهي سار هذي كبيرة وهذي صغيرة وهذي طويلة وكذلك الأفكار وبعض العلماء شبهوا التفكير بالشمبانزي لأن الشمبانزي لا يستقر في بقعة واحدة ولحظة فوق الشيارة لحظة تحت عند الشيارة لحظة تلاقيه عند الماء لحظة تلاقيه يسحب وكذلك التفكير فالأفكار وعلى فكرة الأفكار غير متعلقة في بعض أنت ممكن في خمس دقائق تفكرين في البيت وتفكرين في الدوام وتفكرين في صديقاتك وتفكرين في نفسك وتفكرين في الحياة فهو هي من كل مكان وفي غالبة سلبي 70% من الأفكار اللي تخطر على الإنسان فيها طابع نيجاتيف والتدريب هو الوحيد اللي بيخليك تزيد من الأفكار الإيجابية ومو بس جي وتمرر الأفكار السلبية لأنني على فكرة هي ما بتوقف بس إذا بتعطيها مجال وبتسمح ليوني يسونوا معاك ويسولفون بيكبرون مررتهم وسلمت عليهم مررتهم بيروحون فبالتالي كيف تفاعل أنا مع هالأفكار وبعدين حتى في التأمل ترى تخطر أفكار في التأمل نتذكر مثال الحديقة يت فكرة وسحبتني ودخلتني فيها وذكرت أني أتأمل فرجعت للكرسي وما أعرضت أهمية فالأفكار يا جماعة الخير الأفكار ما بأوامر الأفكار مش أوامر يعني أنا اختلفت مع صديقتي مفروض ما أكلمها مفروض ما أكلمها هذه فكرة It's not an order فلا تجبر نفسك رب العالمين خلق لنا العقل يقدم لنا خدمات فأنت السيد وهو اللي يخدمك اليوم أصبحت الفكر أصبح الفكر هو السيد وانت اللي قاعد تخدمه فلما قال لك لاتكلمها أو لما قالتش لاتكلمينها أنت نفذتي رجعي يقول لي حق نفسك It's not an order هذا مش أمر بلس هو مش حقيقة إذا مر واحد من الموظفين وشافني بنظرة معينة أو ع سبيل المثال مرة تسلمت وما رد فمعنات تفسير مخي تفسير عقلي قال لي ما سوا لي صالفة أو ما حطاني قدري بينما هذا الريال قد يكون مشغول بأفشياء ثانية قد يكون مهموم قد يكون عنده ظروف قد يكون أصلا في هذه اللحظة ما شافتش مريتي أساسا باعتبار أنه غرقان في فكرة بعد فبالتالي كون اليوم أنا أيه أقول أن هذا الريال كذا كذا وأطلق عليه حكم هذه غير حقيقية فدائما ذكر نفسك أنه ترى فكرة مش أمر ترى فكرة مش حقيقة فبالتالي هي ضعيفة أنت من يعطيها القوة زي شو أهمية يعني شو فايدة أني أنا أتبنى الكلام اللي أنت قاعد تقولين لما أنا خلاص أوكي أنا اقتنعت صار عندي وعي فكري صار تعرف أن هذه أفكار وليست أوامر زي شو بيفيدني شو بينعكس علي أنتش دائما بترجعين للحظة دائما بتكونين موجودة آه يدني فكرة قبل شوية أنا يالس على فكرة وايد ناس يقولون أني يالس مبسوط فجأة ضايقت سبحان الله يا جماعة مستحيل يتكون عندك شعور بدون تفكير فأنت يعني هاي نصيحة حق المستمعين اللي فجأة يحس أني تضيجة فجأة يتضيجة سبحان الله ما نعرف من وين بس وقف وهات ورقة وقال أقول لحظة لحظة أنا قبل شوية كنت مستانس وكنت أسوله في فلان وكنت في قمة النشاط والحيوية شو اللي خطر عبالك وصدقيني بيمسك الفكرة آه ذكرت أني عندك عقب سبوعين مشروع وأنت مختلف مع المدير عليه آه معنات هذا اللي سبب لك الضيقة آه معنات الضيقة ما يتحى شوائية بس هالمشروع مبلحينة بعدها أقول لحظة أسبوعين صحيح متحي مبسوط يالس مكيف مستانس آه معنات ترجع للحظة فبالتالي استويت أميز بين أفكاري اللي تيرني وما أعطيها وزنها وطبعا قلنا نحن هاي عمليات تدريب أنت تتدرب عليها والشي الثاني شو اللي بيصير موزع علاقاتك بتصبح أفضل نفسيتك بتصبح أفضل ما بتزعلين من ناس ما بتصبحين على موقف استوى من أسبوعين أنت في ناس عايشين سنوات يعانون من خلاف صار من 15 سنة Is this fair في ناس محبوسين في فكرة وتعارفين في الخمسة عشر سنة هذا شو صار فيهم هو فقد المتعة بالحياة بدأ يمرض بدأ يضايق نفسي تتعبان طبعا لأن حتى بيحكس على علاقاتك مع الآخرين طبعا يصبح حساس يصبح مضايق يصبح ما يحب يتعامل مع الناس فبالتالي اليوم أنت بتصبح أكثر هدوءا مو بس جي بيصبح عندك متسع داخلي يا عمي يتحمل أنت اليوم لا أنت حين حتى في حياتك أنت اليوم أنت ما تضمن ما يحدث حولك أنت اليوم معرض تفقد ناس تحبهم في حياتك أنت اليوم معرض لتحديات مو بالضرورة تكون على هواك فبيكون عندك متسع للتعايش مع الحياة فالتأمل مو بس هو يعيشك في اللحظة ويخليك ما تنسحب للماضي وما تنجر للمستقبل لا يخليك قادر تتعايش مع الأعباء اليومية في حياتك وبالتالي تصرفاتك ردود أفعالك بعدين شو اللي بيصير موزة بعد فترة من ممارسة التأمل بالإضافة للهدوء يصبح في رضا عن النفس في بيس أنا راضي عن نفسي أوكي أنا أشعر بهدوء وعلى فكرة هذه هاي مترومين تشتريينها بأي شي الرضا الداخلي والهدوء النفسي وعلى فكرة وايدين ومن بينهم حتى أنا كنا نسوي أشياء وايد نعتقد أنه بتحقق لي سعادة بس يشتري ساعة أوكي اشتريتيها فرحت لي ثلاثة يام بعدين رجعت المشاعر سيارة يديدة أوكي وبعدين رجعت المشاعر فستان بسافر مكان يديد هاي مثل بندول هاي أشياء مؤقتين هذه السعادات المؤقتة البسيطة اللي تعطيني سنسيشن لذيذ وحلو وفرحة وبشتري الآيفون اللي تو ونزل شي ما دي يعني كم ثلاثة يام راح الشعور وهذا طيب بتظل تدور على شي ثاني وحتى العلاقات على فكرة أنا أدخل في علاقة مع صديقة وصديقة ثاني وصديقة ثاني أو أني أنا بكون طول وقت طالع طول وقت في الشارع طول وقت أروح المول طول وقت أروح موفيز ليش؟ لأنت تحاول تخدر شي في عندك شي قاعد يحاول يتخدر لأن على فكرة هروبك هذا ما بيطول والشعور بيطلع شئة أن أبيت بيطلع في شكل مشاعر مبحلوة ضيقة نشيت الصبح ما ليخلق يوم الأحدة روح الدوام It's not من الدوام It's من أفكارك يعني يعني شعور ألم معين It's induced by an emotion فبالتالي هو في جميع الأحوال وإحنا ما بنتطرق هنا الموضوع أثبتت الدراسات والأبحاث ولكن يا جمعة الخير الشخص اللي يتأمل يبدو أكثر أشراقا أصغر في السن بدون عمليات تجميل يعني منور وهذا مش انتقاد لعمليات التجميل هذه عمليات تجميل هي عملية اختيارية ولكن في شي قاعد يستوي في الداخل ينعكس على الخارج وإنت اليوم محتاج هالشي وعلى فكرة ترى هالشي أنت ترون تسوي حق نفسك ما حد يعني أوكي ممكن أشتغل مع مدربين وكذا بس في نهاية الأمر هذا سيبقى لك أنت It's a tool with the hand استثمار مو بس شي تمارس وين ما أنت تحب أيوة عايشة في مقولة أنا وايد أعجبتني صراحة ويمكن هي اللي بتقولني حق السؤال اللي القادم المقولة هي بأن التأمل سيجعلك تصادق نفسك كما هي أنا أريد الحين أعكس هاي المقولة على تجربتك الشخصية في هالموضوع بالذات يعني الحين إحنا عرفنا أن عايشة كانت متبعة مسار مهني مختلف بعدين قررت أنها تمارس مهنة أخرى مثل ما قلتي يعني أنا من هاي النقطة أنه قلتي أنت قبل ما تبدين التطبقين على الناس بديتي التطبقين على نفسك من تجربتك الشخصية هل بالفعل حسيتي بفوائد وأثار التأمل على حياتك وعلى حياتك من حولك خليني أخبرك أنا كيف تعرفت على التأمل أنا أسمع عن هالموضوع ومثل ما قلتي شخص يالس متربع وحاط شمعة ومغمض عيونه ويتنفس وما يدري بكل شيء مستوي حولي وهذا كان على حسب معرفتي لحد ما أراد رب العالمين وشاءت الظروف أني أحضر دورة لشخص جداً عزيز علي ويعني وأقدره جداً ومن المعلمين الرئيسيين في حياتي طلال خلف مدرب دولي معتمد في التأمل وتقنيات التنفس والتشافي ويمكن وايدين سمعوا عنه طلال يقدموا وايد دورات في دولة الإمارات في كل دول العالم هذه الدورة كانت يعني الباب اللي أنا دخلت فيها الفيلد ويعني طلعت من العالم اللي كنت أعيش فيه ودخلت داخل العالم الداخلي لعايشة اللي ما كنت أشوفها وعمري ما شفته وعمري ما جرأت أني أدخل لأني ببساطة ما حد قال لي ما حد رواني ما حد رواني الباب يا جماعة الخير ما حد رواني الباب فاللحظة اللي دخلت فيها للداخل بدأت الاكتشاف عندي بديت أفهم وأستوعب المشاعر اللي كانت تتمر علي يا يا من وين بديت موزع أراقب أفكاري هالفكرة وين يا يا ومو بس شي بمراقبة الأفكار بدت الأفكار السلبية تقل ما زالت الأفكار السلبية لليومتي بس أنا ما أتعاطوياها أمررها مرور الكرام إذا أنت يالس في حديقة يعني ضيف غير مرحب لا ضيف يروح حتى ما أدخل وإذا كان ضيف قوي وسحبني أذكرني قاعدة في الحديقة على كرسي فبالتالي بديت يعني أول شي من أول من المستوى الأول للتأمل حدث تغيير كبير في الشعور يا جماعة لما أقول التغيير مو بالناس اللي بيشوفونا أنت خل الناس يقولون اللي يقولون شعورك بينك وبين نفسك ما حد يقدر يقيم غيرك أنت شعور الراحة الهدوء حتى لو ما كنت يالسة أسوي شي في حياتي أنا متقبلة مو بس شي عندي متسع أسوي وأشتغل وأتحرك وأصنع اختيارات يوم تستيقى مواقف مش حلوة الضايق ما عادت الضايقني بنفسها المستوى علاقاتي أصبحت أفضل أصبح فيه وعلى فكرة الهدوء ترى ينعكس على كل المحيط وبعدين أنت ترك مثال اللي حولك أنت تكلم منه لباتشر عن مثل ما يقولون التأمل وغيرها وروح كون إنسان يعني يعيش بأسلوب مبزم مع اللي حوله ما تقدر الناس أذكيا فإنحنا اليوم في البزنس لما نقول leading by example شو يعني حتى من القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا ما لا تفعلون كب ورمقتا عند الله لأن لاتي اليوم تقول شيء أنت ما تطبقى في حياتك سهل أن أنا أتكلم 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 بس الناس أذكيا فاللي صار أني بديت أقرأ وايد موسى وبديت أفهم تفكيري دخلت على كتب تعرفتي على نفسك مو بس جي بديت أدخل أطلع على تجارب الآخرين واليوم أنت عندك الانترنت عندك فورمز عندك ريسورسز عندك شانلز عندك روح لناس بعيد عن محيطك شوف التجارب شو صاروا إياهم بديت أحضر دورات وعلى فكرة أنت هذا اللي بتسوي أنت بتتغير اشتغل على نفسك التغيير ما بسوري يعني ما بدو أكحها شربونك يا ثلاث مرات في لا ولا هي قبعة يلبسونك إياها ويعطونك وسام خلاص عندك شو هذا التأمل لا هو تطبيق على أرض الواقع فبالتالي اللي تغير شو صار أنا كنت عصب وما زلت لين اليوم في بعض بس هل هي عصبية لا أصبحت أكثر هدوءا أصبحت يعني مو بس أصبحت واعي للتصرفات حتى لما أتصرف تصرف أنا غير قابلت أن أشوف نفسي وأنا أتصرف وهذا هو دور المراقب وهذا اكتسبت من التأمل شيء الثاني أنا واعي تفكيري شيء أسيقل طول الوقت فأنا مستمعة شفتي اللي يستفع أنا موش تفكيري أنا أستمع لتفكيري بينما في الماضي كنت أتوقع أن كل شيء يقول تفكيري هو أنا فلو تفكيري قال شيء مو بزين فمعنى أنت أنا موش زين وهذا ظلم لنفسي فبالتالي I created a gap بيني وبين تفكيري أصبحت أكثر اتزانا الحياة صبحت واي جميلة بأبسط شيء فيها اليوم وجودي أنا في البيت مع كوب بابونج وكتاب في إيدي هي أسعد لحظة ممكن تمر علي في حياتي وأنتو كلكم حواليكم الكثير من النعم والله يعني إحنا غرقانين في النعم من وجودنا في بلد آمن من قيادة سبورتف وداعملنا من تفهم مجتمعي من خدمات من الحمد لله توفر الإمكانيات المادية من أمن من أمان كل شيء حلو عندنا فاليوم أنا أعتقد من غير العدل أن يكون عندي هذا كله وبعدني سعلانة صراحة أعتقد أن يعني احتاج أمتن فالتأمل يعلمت الأمتنان تكونين وائد ممتنة لكل شيء مش على حسب ذوقت أو ما مش على حسب ذوقت ستل أنت ممتنة سبحان الله سبحان الله يعني عايشة خلينا نقدر نلخص الكلام أن صرتي أنت المسؤولة عن حياتك يعني صرتي أنت اللي تقررين مش لأنه مثلاً مثل ما قلتي مش لأنه والله حد أقع لي كل ما ضايقني أو والله اليوم الجو مش أوكي أنا متضايقة يعني كل شيء صار ممكن يضايقنا معناها صرتي أنت اللي تتحكمين في في حياتك وفي المشاعر اللي أنت تريدين تحسين فيها صحيح صح مو بس شيء حتى الأمور يوم ما تمشي لأنه على فكرة يعني بقولكم معلومة ويدين مننا يعيشون دور المخرج في الحياة المخرج أنا التفت أشوف المخرج المخرج في الحياة شو يعني يعني المخرج يعطي أوامر فلان تكون شيء وفلان اللي بتزوجه لازم يكون شيء هاي مواصفات خلاص هاي ستت أب يعني وكأن هذا فلان يا تفصيل عيالي لازم يكونون فيا جماعة الخير أنت بتذبح نفسك وبتذبح اللي حولك أول شيء بينفرون منك ما بيطيقون يقعدون معاك بيطفشون من البيت بيدورون لهم أي حد ثاني يشعرهم بالراحة في أنت ممخرج أنت ممثل طيب الممثل شو يسوي يلعب دور طيب الباقين هم أدوار بس هو لازم يحترم دور الباقين وضروري يتعلم يتقبل الدور مو بس شيء يعني من الأمور اللي أنا جدا جدا حاليا يعني أستخدمها في حياتي أن لما يصير موقف ما أحبه من أي إنسان أسأل نفسي شو المعرفة اللي أنا بأخذها شو الليرنينج يا عايشة أنت تعرضتي لهالموقف الدرس المستفات الدرس المستفات شو فإذا اليوم ما وقفت وسألت نفسي شو الدرس المستفات إن أنا ما أقدر أغير موزة لو تقلب الدنيا عيالي ما أقدر أغيرهم زوجي ما أقدر أغير أخواني ما أقدر أغيرهم أنا فقط عندي قدرة لتغيير إنسانة وحدة في الحياة هي عايشة فأسأل نفسي أنت الأمر اللي صار بينت وبين موزة وضايقت هو ضايقت أنت صح؟ نعم آه معنات هو حرك شيء عندك في الداخل نعم معنات ماذا يحدث عندي في الداخل آه يحدث عندي إن أنا يمكن من النوع اللي أتحسس أوكي كيف ممكن تغيرين هالأمر؟ يمكن أحتاج أعيد النظر لموضوع الحساسية هذا فبالتالي أصبح في تغيير في الذات فنمت روحي روحي اليوم أصبحت في نسخة محدثة من النسخة لنفس الـ update سمع التلفون يعني الآيفون كل فترة يطرشولت يقولت iOS update ليش التلفون قبل كان سيء؟ نو فيه فترز يديدة فأنت كذلك أنت اليوم نسخة يديدة تنزل منك كل فترة وعلى فكرة ما بتنزل هالنسخة إلا إذا تعرضت لتحديات مواقف ما تحبها تجارب لازم تخوضها تحديات يحتاج أنك تمر فيها فبالتالي أنت تتعلم أنك أنت تصبح اليوم مختلف وهذه بحد ذات تنعم كبيرة في الحياة وعلى فكرة كل ما تغيرت كل ما تغير المحيط اللي حولك كاما شو معنا توايدين من اللي أشتغلوا إياهم سواء كانت في رحلة التغيير من العمل أو من الأصدقاء أو الأهل أو الأحباب اللي أشتنشاركهم في المعرفة أنت لما تتغير جسمك كلها تتغير الإنرجي فيه لتحولك كلها يتغير هالتك تتغير فبالتالي في وايدين من الأشخاص بيطلعون من حياتك وفي وايدين بيدخلون ليش ما أصبحوا هم من جوك ما أصبح عندهم نفس الفكر فبالتالي قلت أنا والله من بديت هالأمور بدأوا الناس يبتعدون عني لا بدأوا يبتعدون عنك اللي مش مفيدين لك في الحياة وبدأوا يدخلون في حياتك اللي بيساعدونك تنمو وتعيش حياة طيبة فهذه علامة صحية وليست علامة سيئة تغيروا المحيط تغيروا الأشخاص أنزين عايشة كلام جميل ويعني أنا كمستمعة أنا اقتنعت الحين أنا خلاص أنا قررت بعد هاي الحلقة اليوم أنا ببتدي أمارس التأمل أنزين من تجربتش أنت وماشاء الله على الكورسات اللي خلتيها وصرتي مدرب معتمد في التنفس التأملي والأشياء اللي ذكرتيها شو هي الخطوات يعني أنا اليوم مثل ما قلت شنويت أني أنا أريد أريد أتغير شو الخطوات اللي يمكن أن يتبنوها الفرد المبتدأ لممارسة التأمل السؤال الأهم شو هي المراحل أو شو المشاعر اللي بتواجهها شو التحديات لأنه مثل ما قلت أي تغيير نحاول نسويه في الحياة يعني لازم بيكون فيه تحديات فشو التحديات اللي يعني ممكن يواجهها الفرد يعني يوم لما يقرر لما يبتديها الرحلة وتقدرين تعطينا مثال من تجربة الشخصية أوكي طبعا هو شي يديد أي شي يديد في الحياة يحتاج أن تتعود عليه عشان شي مثلا لما حضرت المستوى الأول للتنفس هالكلام قبل خمس سنوات مع المدرب طلال خلف كان يقول بعد ما خلصنا البرنامج قال أباكم تستمرون على التمارين لواحد وعشرين يوم يا ترى ليش واحد وعشرين يوم حتى في التمارين الثاني اللي ندخلها في في تعاملنا مع العملاء واحد وعشرين يوم لأن عقلك اللاواعي عقب واحد وعشرين يوم يبدأ يدخل هالسيستم عنده وأنت اليوم إذا تظن أنك أنت يالس تعيش بعقلك الواعي العقل الواعي اللي هو أشوفك فيه اللي في الحواس اللي في التحليل والتقييم واللي أقول أني أتمنى بينما أنت منترد بعقلك اللاواعي معناها هالواحد وعشرين يوم كأن نسوي داونلود النزل برنامج جديد تحتاج واحد وعشرين يوم لحد ما ينزل عندك داخل ويستوي جسمك يباه يريده متعود عليه يحبه مثل يلعب رياضة شهرين ما يقدر يترك الرياضة في شيء عنده في الداخل نفس الشي موضوع التأمل أو أي عادة يديدة أنت تبدأ دخلها في حياتك فأنا كيف أقدر أبدأ إنتروديوز شيء يديد في حياتك في التأمل وتذكرين موضوع أنا ذكرت لك المايندفولنس الترينين اللي هو تكون واعي يوم تاكل واعي يعني تشوف اللي حولك البيئة تشوف الصالة التلفزيون شو عرضة شو حوالين إحنا ندخل أماكن نطلع ما نتذكر شو كان فيها فأبدأ درب نفسك على هذا الشيء شيء الثاني فيه تمارين تنفس اللي هو النوع الآخر من التأمل اللي هو براث أورنس ميديتيشن اللي هو أنا وأنا مثلا حددت عشر دقايق في اليوم أغمض عيوني وأبدأ أركز على النفس اللي داخل واللي طالع واليوم إن شاء الله أنا بسوي تمرين حقك وحق المستمعين في نهاية الحلقة بنتدرب على براث أورنس ميديتيشن ميديتيشن جدا جميل يا جماعة جدا بسيط الأطفال بو خمس سنين يقدرون يسويونا ففيه تمارين موجودة وايد أونلاين والتمرين اليوم نقدر نشارككم فيه في نهاية الحلقة بالإضافة لذلك خليني أذكر لك نوعين من التأمل ما ذكرتهم بعد ممكن للشخص يجربهم فيه شيء اسمه الزن ميديتيشن الزن اللي هو الصورة اللي تتذكرونها الشخص اللي يالس طيب الزن معناها أنت تقعد في بدون حركة نهائيا فقلنا لما يثبت الجسم شو يصير في التفكير ينشط ينشط فأنت هنا تلعب دور المراقب الوتنس تشاهد بتمر أفكار وبتمر وعلى فكرة بتمر أفكار وبتسحبك يوم بتتذكر أنك أنت قاعد تسوي ميديتيشن أرجع لكارسيك وهكذا كر وفر تيم تيلفونك مدة ربع ساعة أنا أنصح بالبدء بربع ساعة يوميا ربع ساعة يوميا أحط الأيفون بسيحد بيقولت شوالله وائد ربع ساعة أبدأ بعشر دقايق أبدأ بعشر دقايق وإنكريزة أز يو التارغت توصل لنصف ساعة يوميا الحين البرفكت سيتيواشن تسوي ساعة بس أنا أدري في زحمة الحياة والالتزام بالدوامات ومسؤوليات البيت واللي عندك إذا قدرت تسوي نصف ساعة يوميا تول بي بيرفكت يعني بيعطيك شعور رائع فالمهم أتيم العشر دقايق على التيلفون تحب تحط بري سوفت ميوزيك ريلاكسيك ما يكون فيها إزعاج وفيها كذا وتحب بدون ميوزيك تساب تيو وتقعد ما فيه أهم شيء ما يكون فيه موفمان طيب لو جسمي بغي يتحرك حط التركيز على المكان اللي يريد يتحرك أو أحيانا أن الريول تنمل مثلا ترى هاي مقاومة جسدية هذه من قوة عقلك يبي يحرك جسمك فأنت إذا ركست على المكان اللي يبي يتحرك بعد فترة بيختفي الشعور بيختفي الشعور نهائيا طيب النوع الأخير اللي بذكره اللي هو أنا أستخدمه شخصيا طبعا أستخدمه بالإضافة لتأملات ثانية ولكن أعتقد أنه جدا عملي وأعتقد أنه جدا مفيد في الحياة العملية شيء يسمونه هاي تيك ميديتيشن شو يعني هاي تيك ميديتيشن يعني تأمل داخلتنا تكنولوجيا كيف؟ طبعا مثل ما تعرفون الدماغ في موجات مثل الحين أنت أنا وياج الحين الموجة اللي دماغنا يشتغل فيها هي البيتة البيتة يعني وضعنا نكلة كلا ونسولف ونناقش وكذا بعدين الموجة اللي بعد البيتة هي الألفة الألفة لما تكونين شوف يوم تسعين مساج هي أو تكونين قاعدة في البيت وحاطة soft music أو قبل الغروب اللي هي جسمك مسترخي واي بس أنت استل مدركة لكل ما يحدث حولك فهذه الألفة الثيتة هي مرحلة ما قبل النوم شفتيهم باتين ترقدين وتكونين بين النتش واعية وبين النتش راقدة يعني بين الصحيان والنوم وهي نفسة هذه مرحلة الأحلام تراها فهذه الثيتة وفي الدلتة اللي هي لا نوم عميق ما أدري شو مستوي حولي هذا الهايتك مدتيشن شي يسوي يساعدش من خلال التحكم في موجات المخ فهو يهديش غصبا عنك طيب أنا أحتاج هالأمر يس أنا اليوم إذا بس سوي مدتيشن من الساعة وطبعا يعني أود أنوه إلى أن هذا النوع من التأمل لا تحصل عليه من الإنترنت من أي مكان لا تحصل عليه من اليوتيوب ولا تحصل عليه لأنه قد تكون في ملفات فيها موجات غير صحية حقك وسيئة وضارة طيب من وين أحصل عليه في مراكز معتمدة عالميا مصرح لهم ثقة ناس استخدموها مثلي أنا شخصيا تستخدم من هذه المواقع تشتري الملف وتبدأ تستخدمه بصورة يومية وبتشعر باسترخاء وبراحة جسدية فهذا وارد للي يحب أني مارس التأمل بالنسبة لتجربتي أنا هذا اللي سويت بس أنا اشتغلت على لفل شوي أعمق لمن يحب يتعمق يعني خلنا نقول موزة بدت تمارس كل يوم من الصاعة وتهدى ومثلا واستمرت في هذا الأمر هل بتوصل موزة للهدوء والاستقرار وهذاك الرضا قد يكون يس وقد يكون نوم ليش لا لأنه ممكن يكون عن موزة مشاعر يحتاج أنها تطلع يعني قد يكون هناك صدمات من الماضي قد يكون احباطات وكلنا ترى على فكرة تعرضنا الصدمات في الصغر ولما أقول صدمة ما أقصد حادث صدمة قد تكون احبط من إنسان انصدمت في شخص قد تكون خيانة قد تكون سوء معاملة من مسؤول قد تكون ترقية كنت تتوقعها ويعطوها فقط حد فقط حيوان عزيز علي يعني انتقلت من مكاني تركوني أصدقائي مدرسة نظرة بنظرة سيئة الطالب أو أحرجت تجد دم هذه ترومة هذه صدمة أنت تقول لا اليوم هذه مو بصدمة مو بصدمة لك لأن أنت اليوم عندك النمو الفكري والجسدي والشعوري بس لما كان عمرك ستة سنين كانت صدمة لما انضربت هذاك الكف يوم خان عندي عمرك ستة سنين هذه صدمة وعلى فكرة هذا الكف هو شكل شخصيتك وشكل مشاعرك اليوم فبالتالي طيب أنا هل هذا التنفس يقدر يخليني تؤكسس هل الترومات ولا لا هنا نتجه للبريثينج أيوة يعني هاي مرحلة أعلى هذا مجال ثاني البريثينج اللي هو أنا أروح أحضر تقنيات سواء كان عند أشخاص معني طلال مثلا متمكن من هذا الموضوع أروح أحضر تقنية علشان أتشافى التقنية تطلع لي الصدمات تطلع لي المواقف تطلع لي الآلام فأتخلص منها وأرتاح فبالتالي يصبح الداخل لا أجمل بعد من أول لأنه ما عاد في ما عاد في أمور الضايق وتغث أنا أشكرت لأنه أنت الحين وضحتي لي هاي النقطة وأتوقع أنها بتوضح للكثير أنه عشان توصل لمرحلة الاسترخاء والتشافي وهالأمور أولا تحتاج أنك أنت تمارس هالشي مثل ما قلتيك أنه واحد داخل الجم أنت عشان تطلع نتيجة تقريبا يعني عشان الواحد يبدأ ينزل وزنه ويتشكل جسمه يحتاج تقريبا من شهرين إلى ثلاثة شهور فالتأمل نفس الشيء معناها ثاني شيء معناها أن التأمل يبالى ممارسة مستمرة صحيح مثل الأكل ومثل الرياضة أنت ما تقدر تعيش أيوة لأن في بعضهم أيوة هاي اللي أنا كتري إذا قلتش أنه في بعض المفاهيم أن الشخص أو التوقعات الأشخاص أن اليوم أنا تأملت باتشر معناها لازم أكون أنا سعيدة أو مسترخية أول شيء فهي ترواي أيوة تاخذ وقت يعني خلق قلتش معنا في بعضهم يأسون حتى قلتش والله أنا اليوم وهي ينرقاد وأتثاوب ما في فايدة خليني أخبرت معلومة وائد مهمة موزة أول شيء كلامك رائع أنه فعلا أنت تحتاج تبراكتس من تجربتي مع العملاء بعد عشرة أيام من التأمل المتواصل نص ساعة يوميا يبدأ شعور بفرق فرق 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 طيب طيب الفرق هذا كافي؟ لا لأن أنا أعتبر التنفس اللي خبرتش عنه هذا كامل كأنه مينتنانس صياني يعني خلنا أنا أحب أعطي أمثلة خلنا نتكلم عن سيارة سيارة تحافظين عليها أنت يوميا في البيت يعني تنظفينها تصبي لها بترول بس هل هذا يغني أنت أنت ما تودينها للصيانة؟ طيب فالتأمل اليومي التأمل اليومي هو اهتمامك بسيارة تلميحها تنظيفها من داخل تصبي لها بترول التغييرات الآية التغييرات السمبل اللي الشخص يسويها هذا التأمل العادي بس معنات أنا لازم أوديها الوكالة أنا ما شوفها أهنيي وأهنيي دور لبريثنج لأن البريثنج بيطلع للأعطال اللي في الداخل لأن حتى لو أنت كنت تتأملين وكنت هادية بيستمو موقف في الحياة بيهزج بتطلع مشاعر مشحل وليش؟ لأن هي أصلا داخل ما طلعناها طيب نقدر نطلعها بالتأمل؟ لا نقدر نطلعها بالبريثنج فجلسات التنفس التأملي أو التقنيات الشفائية مثل تقنيات التسامح اللي قدمها طلال وفي تقنيات واحدة موجودة هذا اللي تنظيف العميق هاي اللي تطلع المدفون تخليك تتعامل معه بكل حب وامتنان وترسله فبالتالي يصبح الداخل عند سياراتش أنت كل ثلاثة شهور تشيكينها كل ثلاثة شهور تروحي ودينا الصيانة فالسياراتش ما بتخترب يعني ما بتخترب مثل السيارة اللي موحد مهتم فيها فبالتالي هذا ما يتفرق عن هذا ولكن كخطوة أولى ابدأ بالأعمال اليومية اللي في إيدك وين تأخذك الرحلة يعني وادخل وابحث سعادتك مسؤوليتك نزيل أنا شلحين يا دور التأمل أنا متحمسة طبعا نسوي التمرين أنا باقي متستعدون وعطيهم تعليمات عشان نبتدي أنا مع موزة في تمرين بسيط هذا التمرين رائع 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 هذا التمرين خلوني أشارككم في اسمه اسمه تأمل الطوارئ شو يعني الطوارئ؟ أنا متى أحتاج الطوارئ لما يصير عندي أمر طارئ أوكي يعني فرضنا أنت كنت في مكان وصار موقف أزعجك جدا 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 وتنرفست وتوترت وحسيت قلبك بدي يدق وخلاص يعني مش قادر تتمالك نفسك طبق هذا التمرين ياك ألم في مكان في جسدك بداية ألم وما عرفت هالألم من وين جرب تطبق هذا التمرين هذا التمرين ما ينفع طبعا للأمرجنسيز يعني مثلا شخصا كسرت ريول هذا لازم يلجأ للمستشفى 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 ما عنا غنى لكن هذا في الحالات التي فيها مشاعر وبداية آلام متى أطبق بعد هالتمرين؟ تخيل أن أنا في ميتنج في اجتماعه وتحدث كثيرا مع الأشخاص وياي دوري عشان أتكلم وأنا من النوع اللي أتوتر سوى مع بداية الاجتماع وعلى فكرة نحن حين أنا مع موزة أو إذا كنت بروحك سوى مغمض العينين لكن تقدر تسوي وانت فاتح عيونك It works the same بس أنت لما تغمض عيونك التركيز يصبح أكثر لأن العيون تتشتت لكن إذا كنت مضطر في اجتماع أوكي It's okay أنك أنت تفتح عيونك بعض التعليمات قد يحصل خفقان في القلب أثناء التمرين يعني دق قلبك بسرعة هذا جدا عادي فلا تفزع ولا تخاف لو يتني دوخة لو شعرت بدوخة هذا بسبب أنك أنت يستدخل كمية كبيرة من الأكسجين جسدك مش معتاد عليها فتوقف عن التمرين وأرجع لنفسك الطبيعي لين ما تبدأ شوي شوي تترب فجاهز يا موزة؟ جاهز نقعد أول شي قاعدة مريحة على كرسي بحيث أن الظهر يكون مرتاح يعني أتساند شوي على الكرسي الإيد ما تكون مشبوكة إيدك مرتاحة والريول نفس الشي ما تكون مشبوكة نبدأ التنفس أبات تحطين إيديك الثنتين على منطقة البطن وأثناء التنفس حاولي تستشعرين تمدد البطن الحين قبل لا نبدأ موزة بشرح لتش الخطوات وبعدين بنبدأ في التطبيع الخطوة الأولى بتكون إن نحن بنبدأ ناخد نفس عميق وطويل وبطيء من الأنف وبس تشعر إيدي وبطني ينتفق تلاحظوا إن الطفل لما يكون راقد بطني ينتفق لأن التنفس من البطن نبقى نسوي نفس الشي الحين الهدف إن أنا أوصل الأكسجين لبطني فالإيد بتتمدد بترتفع أشوفها وبيمتلي البطن بالنفس بعدين أنا أمسك النفس هنا هذي stage number two stage number two to hold أمسك أمسك طيب كم مدته أنت اللي تحدد قدرتي أنا غير عن قدرتك لكن حاول تمسكه كثر ما تقدر لحد ما تحس إن أنا خلاص I can't do it بتبدأ تطلع النفس من الفم كأنك تنفخ فيناي بدون صوت نفخ خفيف وبطيء وطويل بهذه الطريقة وحاول تستشعر أنك أنت تفضي بطنك من الهوى قامل فإيدك بترجع للداخل هاي المرحلة الثالثة مرحلة الرابعة you will hold فلاحظي صار عندنا مرتين hold you will hold لحد ما تقدر تتنفس خلاص بعدين بترجع تعيد من الأول نفس طويل وبطيء وعميق من الأنف بعدين hold نطلع من الفم على شكل نفخ خفيف لحد ما نفضي البطن بعدين hold ونكرر العملية من أول ويد فأنا I will guide you في أول بنكرر الموضوع لحوالي سبع دورات I will guide you في أول دورتين وبعدين بتركتش تكملين للنهاية أوكي فنغمض العينين الإيد على البطن الجلسة مريحة أضبط جلستي عشان أكون مرتاح ما يكون في موفمنت أركز على إيدي نبدأ يا موزة ناخد نفس عميق وطويل من الأنف ونستشعر بتمدد منطقة البطن بعدين hold نمسك النفس لأطول وقت ممكن طلع النفس بهدوء من الفم على شكل نفخ خفيف ما نخلي أي نفس موجود في البطن بعدين hold نمسك النفس لأكبر وقت ممكن نرجع ناخد نفس عميق وطويل من الأنف قد تشعر بصعوبة لأنك مش بتعود ولكن عادي hold حاول تطول في الhold كثر ما تقدر إذا بدأ قلبك يدك هذه إشارة ممتازة إلى أنك you are holding very well طلع النفس بهدوء من الفم على شكل نفخ وبعدين نمسك النفس بدون تنفس لأكبر وقت ممكن هذه الدورة الثالثة ناخد نفس عميق طويل يمتلأ البطن and hold hold نطلع النفس بهدوء على شكل نفخ نفس طويل وبطيء ونفضل جسم من النفس كامل بعدين hold ناخد النفس ناخد النفس مرة ثانية هذه الدورة الرابعة نشعر بامتلاء البطن وبعدين hold وماثن حقاً وماثن حقاً تمكن اشتركوا في القناة 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 بس سبحان الله يعني بعد خامس نفس تحسين سبحان الله تشفي اشياء توسع الداخل يعني في توسع يعني صدق صدق يمكن هاي النقطة اللي انا بعد قبل ما نختم حلقتنا انه من الاشياء اللي اكتشفتها والحين بعد اكد لي هالتمرين ياها انه ترى احنا ما نتنفس صح احنا توقع تنفسنا سطحي طول الوقت في الغالب لين الصدر فوق بس يعني كأننا بس نتنفس عشان ننعيش يعني صحيح وهذا النفس انت تراك اكتسبته من الصغر يسمونها انماط التنفس يعني وظلت معاك الحينة والطريقة الوحيدة اللي تقدر انت تكسر فيها هذه الانماط والدخل فيها انماطي ديده هي انك انت تتنفس وتتعلم تقنياتي ديدة عايشة الحديث معاك صراحة جدا شيق وحسيت انه يعني فتح لي ابواب ثانية بس قد خلينا نركز على موضوعنا اليوم يعني يمكن انا اللي اقدر الاخصى من كلامك ويمكن انا هاي الافكار البسيطة اللي انا يعني حابة بعد اشارك فيها المستمعين ونذكرهم فيها ان التأمل يا جماعة هو مش شيء صعب ابتدي بالخطوات البسيطة اللي ذكرتها عايشة اللي هي تكون واعي لما يدور حولك مارس موضوع اليقظة الذهنية اذا بديتها بهالشكل السهل والبسيط بتقدر تسويها في اي وقت وانا متأكدة مثل ما قالت عايشة هذا البوابة الاولى اللي بتفتحلك ابواب كبيرة وكثيرة وايد بتحفزك لا اراديا انك انت تعرف المزيد عن موضوع التأمل يعني من الاشياء اللي ذكرتها عايشة انه اذا انت قاعد في مكان حاول تشوف تفاصيل المكان اللي انت قاعد فيه وانت تسوق السيارة رايح شغلك وراد من شغلك حاول انك انت تمارس موضوع التنفس والتأمل اقصد اليقظة الذهنية تناول طعامك بهدوء حاول انك تمشي على البحر حاف القدمين وتستشعر التراب والماء يتخلل بين اصابعك وانت قاعد تشوف منظر جميل حاول انك انت تشوف وتركز على التفاصيل وتسمع الاصوات اللي حواليك يمكن من الاشياء اللي انا مارستها اللي هي اول ما تستيقظ من النوم احنا عادة اول ما نستيقظ من النوم نكفز من السرير او انه نشوف الموبايل حاول انك على الاقل تاخذ بس ثلاث انفاس قبل ما تتحرك من السرير وحتى قبل ما تنام بعد الصلاة يعني بما ان احنا الحمد لله الله رزقنا اصلا ان احنا نقدر نصلي خمس مرات في اليوم بعد الصلاة اقعد حتى لو ثلاث دقايق في البداية خمس دقايق حاول انك انت بس تتنفس وتقرأ الاذكار وتقراها بوعي مش بس لان انا والله ثلاث مرات سبحان الله ثلاثة ثلاثين مرة وبس نكررها حتى ما نستشعرها جرب هويات جديدة مثل ما قلتي تجارب جديدة ممكن ترسم ممكن تتعلم تطبخ هاي الامور كلها بتساعدك ان انت تبتدي تدخل عالم اليقظة الذهنية والتأمل عايشة حابة تضيفين شيء قبل ما اختم بالخاتمة النهائية في النهاية اول شيء انا سعد جدا بتواجدي اليوم معاة شموزة وبهالحديث وانا على يقين ان وايدي محتاجين يسمعون مثل هالكلام وعلى فكرة ترى يعني هذا تحت امرك وتحت ايدك يعني هذا متواجد هذا عندك هذا مش بعيد وانت قادر اللي ابا اذكره بس للمستمعين ان اذكرهم ان ترى الحياة حلوة حتى لو شو ما استوى فيها بتتم الحياة حلوة والتحديات هي جزء من رحلتك يعني انت مب هذاك محظوظ وانت من استويت وهو يستوي فيك شيء هذه تحديات روحك بحاجلها علشان تنمو وعشان تتعلم وقد تكون انت باتشر توصل لمرحلة انت تاخذ بيد غيرك فانت اليوم اذا انت ما مريت به هالتجارب ما بتقدر يكون لك دور في هالحياة وانت ما خلقت عبث تراك انت خلقت لان لك دور في هالحياة الشيء الثاني التعلم والمعرفة هي كنز ونعمة انعمبها علينا رب العالمين وبتساعدنا في الحياة واليوم لا تلقي اللوم على اهلك ولا دوامك ولا مديرك ولا الدنيا ولا الظروف ولا الاقتصاد العالمي ولا الازمة اللي ما عارف شو انت مسؤول عن حياتك امك وبوك يزاهم الله خير يا ابوك وعلموك وعطوك ودولتك شجعتك ومحيطك دعمك it's your responsibility انت مسؤول عن راحتك سعادتك هي مسؤوليتك وعلى فكرة هاي السعادة ترى ما باتيك من انسان يعني اللي يقول والله يوم بتزوج برتاح غلطان يوم بتخرجون عيالي برتاح غلطان يوم بيطفل برتاح غلطانة يوم بيرقوني برتاح غلطان اذا انت اليوم ما بقادر تستشعر الرضا والراحة مثل ما انت بظروفك الحالية بوضعك الحالي اللي يصير الدنيا ما بتتغير انت اللي بتتغير ويوم انت بتتغير الدنيا بتعطيك الدنيا حلوة ما تمنع من حد والدليل انه في وايد ناس مبسوطين ومستنسين والحياة عندهم حلوة انت على بالك ما عندهم مشاكل على بالك ما عندهم هموم على بالك ما عندهم تحديات هذه عندهم اشد المشاكل لكن هو يعرف كيف يتعامل دخل في حياة تقنيات وحضر دورات وقرأ كتب وقابل ناس وكان متفتح لاستقبال معارف يديدة فنصيحتي اليوم الطريج هو طريجك ما حد بيمشي عنك وانت اليوم الوحيد اللي قادر تعد التغيير في حياتك انت اليوم تقدر تمشي طريج على فكرة يعني خلق لكم انت اليوم تقدر تمشي طريج بدون تأني بضمير وبدون ندم على الماضي وتقدر بعد تمشي طريج ما في خوف وتوتر من اللي ياي في المستقبل والطريقة انك انت تكون حاضر هنا والآن استشعر البركة والرحمة والخير والمسرات والنعم اللي انت فيها وذكر نفسك فيها طول الوقت ترى it's not for granted يعني وايدين غيرك في العالم محرومين من وايد امور انت تمتلكها مبياسة تشوفها ياسة تشوف اللي ناقص فالتأمل هو طريجك وانصح الجميع انهم يجربونه واذا ما لقلك ما حد يجبرك انك انت تسويه شكرا اختي ايشة واخيرا عزيزي المستمع مع التأمل ستعيد اكتشاف نفسك وستعيد اتصالك المفقود مع ذاتك الحقيقية وستتعرف اكثر على افكارك المسيطرة عليك والمشاعر المصاحبة لها هي رحلة داخلية مثل ما قلت ايشة هي رحلة داخلية مستمرة تقوم بها من اجل نفسك ولعلها ستكون اهم واجمل رحلة على الاطلاق هي تجربة ستجعلك حتما اكثر انفتاحا للتعامل مع جميع احداث الحياة بتقبل اكثر هي دعوة لجعل قلبك يقودك الى عوالم اجمل كل ما تطلبك تطلبه منك هذه الرحلة هو التحلي بالصبر وبعض الانتزام شكرا لوجودك معانا اليوم وشكرا اعزائنا المستمعين ودمتم بمحبة شكرا للمشاهدة